عشان كده عايز أخذك لجزئية كمان الفترة اللي فاتت وإحنا بنستعد طبعاً ونتكلم على مباراة الرغاء لكن كمان الفترات اللي فاتت كان فيه أخطاء تحكمية كتير ولما أقول أخطاء تحكمية كتير خليه طبعاً أقول بما أن كمان أنا كنت لعب كرة لما بنتكلم على الأخطاء تحكمية خلينا نبعد شوية إن إحنا ما كناش ظاهرين بشكل كويس إننا عندنا بعض الأخطاء الفنية إننا عندنا بعض المشاكل في بعض الخطوط ده شيء على جنبه ونعترف به إن النادي الأهلي مش في أحسن حالاته في الفترات اللي فاتت ده جزء كلنا معترفين به لكن كمان لازم نجيب حق النادي الأهلي في المجال التحكيمي ده حقيق حالات كتيرة جداً مرت على النادي الأهلي في خاصة المباراة الدوري وطبعاً شوفناها في مباراة المصري كان شيء يعني مزعانة بجانب زي ما بقول مش عذر لهزمتنا من النادي المصري النادي المصري كان على مستوى الفني أفضل شوية ولكن كمان لازم نتكلم على التحكيم بشكل مباشر كابتن هاني حضرات بدأت فكرة مبادئ النادي الأهلي ده جزء منها وهو فكرة إن أنا غير دايماً شايف عيوبي شايف إن عندي مشكلة حضرات بتقر إن كان في مشكلة فنية عندنا ولكن دايماً بنقول للجمهور كده إن ده ليس مبرر إطلاقاً إن إحنا نتغاضى عن حق من حقوقنا يمكن الموسم اللي فات شفنا أنا بشوف إن اتفرجنا على فيلم برعاية كابتن عصام عبد الفتاح وكان ليه أبطال نغبة من قلمع نجوم التحكيم شفنا أخطاء أسارت على مسيرة الدوري والنادي الأهلي ما عندناش استعداد إن ده يتكرر خصوصاً لما يبقى فيه بوادر والبعض بيتكلم في إن الأخطاء الفنية موجودة أنا بأكد ده ولكن كمان حضراتك عارفة كابتن أي منافسة رياضية عاملة زي إحنا اتنين في تراك سبق أو إحنا اتنين في منافسة سباعة أنا حيجي وقتها حتعب ده طبيعي بس لما تعب أنت بتشديني التحت على الجانب الآخر ممكن أشوف فرق أخرى في اللحظة اللي بتتعب فيها لا بتتزق للقدرة على المنافسة وده شيء في منتهى الخطورة زي ما بقولك فارس إحنا بنطلب العدل يعني دايماً بنطلب عملية العدلة العدلة صعبة ما فيه شك الموضوع صعب ولكن لما يكون فيه أخطاء سوري في اللفظ بهذا يعني من حكام على مستوى أخطاء واضحة كمان خلينا يعني في وجود كمان الفار وهنتكلم أنه وأنت على موضوع كمان الفار ده لما يكون فيه أخطاء بهذه السزاجة وحتى على مستوى الفار اللي ممكن جداً اللي قاعد على البار ممكن يرجع ويقدم ويشوف وتطلع النتيجة بهذا المنظر أعتقد ده شيء لازم نقف عنده تاني بأكد ده مش يعني تبرير لمستوى النادي الأهل خاصة الممبرارة اللي فاتت ولكن ده حق لازم النادي الأهل ياخده وطبعاً الأخطاء أو النواحي الفنية إحنا قادرين عليها يعني إن شاء الله بإذن الله إحنا معنا عندك أمثلة كتير يا فارس معنا الحالة الأولى في المباراة كانت مدافع النادي المصري بعد تسجيله الهدف حط التيشرت على وشه وكان بيحتفل طبعاً مخالفة قانونية واضحة بتستوجب الانذارة كابتن هاني كانت دي نفس المدافع ده خد انذار فيما بعد وخطأ في تطبيق القانون من كل طاقم التحكيم الموجود بنشوف بعد كده للأسف اللاعب ده في ديئة 86 بياخد انذار كان هنا ممكن يكلفه طرد أنا عايز أسأل حضرك حاجة كابتن هاني فنية لو مدافع خد انذار في ديئة 8 من المباراة هل ده ما يقصرش على أداءه الفني لصالح المنافس أو للنادي الأهل ما فيه شك أكيد بيحصل عملية توطر إلى حد ما في أداءه ما فيه شك أنا كنت مدافع وعارف يعني لو أول عشر ده خدت انذار أوتوماتيك حبدأ أفكر في أي تدخل ممكن أتدخل فيه مع أي مهاجم وبالتالي ممكن ده يأثر على أدائي ممكن جداً بعض المدربين بيتم تغييره خوفاً من الانذار التاني وبالتالي طبعاً بالنسبة للمدافع في أول عشر ده ياخد انذار وبعض الناس كمان علاقت على الصورة دي ونوضحها تاني وكمان استوديو النادي الأهلي ووضحها بشكل مباشر وجاب قانون كورة القدم وقانون تحكي في هذه النقطة أن بعض الناس تقول لك ما ألعش التشيرت القانون بيقول في الحال تاني إذا كان يعني ألع التشيرت أو غطى راسه بالتشيرت في الحال تاني إحنا تاني بنقول مش مبرر كان ممكن جداً اللعب ده ياخد انذار ويترد وممكن تكون النتيجة هي هي إحنا بنتكلم يعني بنتكلم بكل أمانة لكن إحنا بنتكلم على حقوق وبنتكلم على الشكل معين إن دوت جزء كان مهم جداً من أخطاء التحكيم في المباراة ده كابتن محمود عشور كان معانا حكم ساحة ده طبعاً القانون كابتن هاني اتكلم فيه معانا أيضاً لعبة تانية وهي راكل الجزاء هنا محتاجين نركز في إن حكم الساحة هو الكابتن محمود عشور حكم الفار هو الكابتن الحنفي لإن القصة دي مش هتبقى عشوائية وده اللي يخوف يا كابتن هاني لإن حنبني على اللي بنقوله ده مجموعة من التراكمات تؤدي إلى نتائج عندنا لقطة تانية لكابتن محمد شريف كرة فيها شك كبير جداً في راكل الجزاء وأكتر من خبير تحكيمي أكد إن هي راكل الجزاء زي ما الصورة إنتوا شايفينها طبعاً ما فيش أي تدخل من الظار بقيادة الحنفي وما فيش أي قرار من محمود عشور حكم الساحة معانا لعبة أخرى نقدر نستعرضها وكابتن هاني يعلق عليها دي لعبة محمد شريف دي لعبة محمد شريف والمشكلة أن تقررت كذا مرة من كذا واضح جداً إن لعب المصري يعني قد شلوت لمحمد شريف في إيديه طيب هي من بره يا كابتن لو هنقول إن هي من بره تمام يتحسب ده يتحسب فاول ويتحسب غير الفاول دي فرصة محققة لتسجيل هدف فيها كل الشروط مع احترامي لأي خبير تحكيمي اتكلم في إن عامل الحيازة لا اللاعب مواجه للمرمى الكرة في اتجاه إن هي تسقط قدامه وليه أفضلية يا كابتن هاني أنا لما اتطرد عندي مدافع وأيضاً أمام محمود عشور لم يحرك ساكناً ومفيش أي قرار بيتاخد معانا بقى كابتن هاني لعبة بعد كده دي بقى محتاجين نشوف تفاصيلها لإنه هتاخدنا الحاجة تانية خالص وهي حسام حسن هنا بيتشد في شد وجذب زي ما تقال مع المدافع كان التبرير إن هنا لا فيه ماسك فمحمود عشور ما خدش لإن حسام حسن ماسك ولكن اللعفار مين الحنفي الحنفي ليه لعبة أغرب هو كان علفار أيضاً في مباراة الزمالك وسيراميكا كلوباترا كان سيراميكا كلوباترا لو استعرضنا اللعبة له أيضاً لعبة واضحة جداً على طارق حامد والمسلوسي فيها نفس الدفع طيب إحنا هنا حنيجي حد حيقول طب الحنفي موجودة على الفار وبالتالي الحنفي برضو ما أشارش المحمود معروف في اللعبة دي إن هي فيها أصدي معروف معروف كان هو الحكم ما أشارش ليه بوجود ركل الجزاء إذن هو معياره واحد هنا البعض يقول إن معيار الحنفي واحد إن هو حكم بيشوف إن النوعية دي من اللي الالتحامات ما فيهاش حاجة نبدأ نقلق إمتى بقى كابتن هاني لما نشوف اللعبة اللي بعد كده اللي كان فيها الحنفي حكم ساحة في مباراة الزمالك وفيوتشر سيف الجزيري بيلتحم مع مدافع فيوتشر برضو نفس النوعية من الشد والجذب الحكم اللي موجود على الفار في اللعبتين لعبة الصالح الزمالك ما بيحسبش ركل الجزاء عليه ورعبة الصالح الأهل ما بيحسبهش ركل الجزاء هو حكم الساحة اللي بيصفر وبيحسب ركل الجزاء لسيف الجزيري نفس الحكم ما هي دي المشكلة لو بنتكلم على معايير لازم يكونون معايير ثابتة وأنا في رأيي إن لو أنت قاعد على الفار دي الموضوع بالنسبة لك بيبقى أسهل كتير يعني أسهل كتير ممكن يكون حكم الساحة زاوية رؤية ما شافش الكرة كويس وبالتالي ده الفار معمولة عشان كده علشان لو الحكم ما عندوش أو يعني زاوية الرؤية مش متاحة أو حاجة حصلت من ظهر الحكم ده لازم يكون موجود وبالتالي هنا المعيار انت ماشي بأني معيار التراكد ده غريب طبعا عملية إنك في معيار أثناء مباراة أثناء منافس أثناء فرقة أخرى بتاخد بمعيار مختلف عن معايير مراء معينة لفريق معين أعتقد ده كمان خلينا أقول بس للأسف للأسف كمان ده ما يخلناش يعني مستغربين إن إحنا ما عندناش حكام في كاس العالم يعني حتى على المستوى الأفريقية ما فيش حكم مصري متواجد في كاس العالم ولا في المرحلة الفاصيلة اللي فاتت ولا حتى فيه يعني النوك أوت بالنسبة للخمس مباراة الحاسمة للوصول لكاس العالم فخلينا نقول ده كمان مؤشر مؤشر خطر جدا للتحكيم المصري ودايما بنقول إحنا سبورت للحكام ودايما إحنا وراء الحكم المصري ولكن أعتقد إن لازم يكون فيه ثورة في التحكيم المصري علشان يبقى كمان زي ما كنا نتمنى المنتخبنا يتواجد في كاس العالم كمان وجود الحكم المصري فيه على المحافل العالمية ده مهم جدا جدا وبالتالي خلينا نقول إن التحكيم في مصر أكيد عايز وقفة وعايز شغل كبير جدا جدا على مستوى إدارة المباراة على مستوى اتخاذ القرار على مستوى الفار سرعة اتخاذ القرار في الفار كمان يا جماعة كلنا بنتفرج على البريمير ليج سرعة اتخاذ القرار في موضوع الفار مهم جدا جدا مهم جدا لسرعة الرتم في المباراة مهم جدا للعابين داخل الملعب إنه خلاص فيه سرعة القرار وبالتالي ما فيهش جدال مهم جدا كمان لسقط الحكم في نفسه وفي قراراته فده مهم جدا إن شاء الله الفترة اللي جاي يكون فيه يعني ثورة حتى على مستوى التحكيم في مصر أنا في رأيي هذه التغييرات تبدأ بوجود خبير تحكيم أجنبي بعيدا عن كابتن أصمع حتحها رأيي المنظومة ولما بشوف إن حكم أيضا اللي كان موجود في مباراة فيوتشر النادي الأهلي كان ليه ركل الجزاء واضح الأكرم توفيق ويكون نفس السنائي محمود عشور والحنفي وأيضا مباراة الإسماعيل اللي فيها ركل الجزاء لأجايه في الموسم اللي فات في ناية الدوري وقصارت بشكل مباشر على خسارة النادي الأهلي والدوري يكون نفس السنائي يا كابتن هاني هو اللي موجود مع بعضه محمود عشور والحنفي أعتقد فيه مؤشر غير مفهوم بالمرة إن نقاط مباريات هي اللي بتتكرر إن الأهلي يخسر فيها برعاية اتنين حكام هم هم ده مستحيل يكون من سبيل الصدفة في رأيي ولو من سبيل الإهمال الفني في مباراة أو التانية مستحيل يكونوا متواجدين في مباراة المصري نتمنى إن الأمور يتم تداركها لأن الوضع سيء جدا والنادي الأهلي لن يسمح بتقرار اللي حصل الموسم اللي فات أعتقد اشتركوا في القناة